ينضم إلينا حول آخر التطورات في حماو وريفيا مراسلنا في المنطقة عديد سطوف عديد آخر المسجدات الميدانية في حماو وريفيا وكم بلغ عدد القرى التي خسرها الثوار لصالح قوات النظام مساء الخير مؤمن نعم اليوم قام الثوار اليوم بصد محاولة تقدم لقوات النظام على قرية صوران حيث البارحة خسر الثوار قرية معردس التي كانوا قد سيطروا عليها في العمليات الماضية من أثناء معركة في سبيل الله نمضي التي أقامها الجيش السوري الفر والفصائل المشاركة بالإضافة إلى اجتباكات منذ قليل متقطعة على جبهة الزلاقيات وأشليوت نعم بالإضافة إلى تحليق مكثف أيضا من قبل الطيران الحربي والمروحي حيث قامت اليوم الطائرات الحربية والمروحية بارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين العزل في مدينة اللطامني راح ضحيتها عائلة بأكملها لم يبقى على قيد الحياة سواء الأب نعم يعني الاشتباكات الآن أين تدور بين قوات النظام والثوار وهل الثوار يحشدون قواتهم للتمهيد ربما والتقدم نعم مؤمن نعم مؤمن اليوم قام الثوار باستهداف معاقل قوات النظام في مدينة محردي الموالية للنظام ردت قوات النظام باستهداف المدنيين العزل من ثم أقلع الطائرات النظام لتقوم باستهداف المدنيين العزل أيضا في مدينة اللطامني مما أدى إلى استشهاد هذه العيلة أيضا بالإضافة إلى ذلك أستدفى الثوار اليوم معاقل قوات النظام أيضا في مدينة أسقلبي الموالية أو أطراف مدينة أسقلبي الموالية حيث مقرات لقوات النظام وشبحته بالإضافة إلى استهداف الثوار أيضا لجبل زين العابدين بصواريخ لقراد وقذائف المدفعية أيضا منذ قليل من دارة اشتباكات برشاشات الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام والثوار بريف حماء الشمالي على جبهة حاجز شليوت وقرية الزلاقيات تحديدا شكرا لك مراسلنا عديس الطوف في حماء شكرا لك